ده في وسائل إعلام الصينية بقى والصين بتشتغل والحقيقة عجبني قوي الحزب الشيوع الصيني وتحركه عنده منظرين وعنده مفكرين وعنده ناس بتاخد الأفكار ويعملوها وده اللي بنتكلم عليه دايماً إحنا عايزين منظرين ومفكرين ومثقفين يحملوا سياق مشروعنا الوطني وتوجهنا هنا وهناك عموماً ده مش موضوعنا وسائل إعلام الصينية نشرت مقال لكاتب مرموق في الصين والصحيفة ساوست شاينا مورنينج بوست قالوا الكاتب أندرو شينج قال الرواية مع الغرب انتهت وتحولت الكوميديا إلى مثلة الغرب بيننا وبينهم خلاص ما فيش وصال الرواية الغربية قد انتهت عالم الجنوب يستعد للثقر أهو سبوتنك بتنقل عن الراجل الصيني هذا كلام ياريت أبراهيم تجيبونا المقال يا أبراهيم أصلاً هتدنا المقال نفسه لأنه ده مقال بيعكس توجه الحزب الشيوع الصيني لأن الكاتب ده كاتب مؤمن بالنظرية الصينية أنه الجنوب عليه أن يزأر ويتأر وأنه الغرب روايته قد انتهت وده كلام مهم جداً 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 وبيقوله كمان أنه الراجل بيقول أنه أوكرانيا بتتحرك وعايز العالم كله يجيب وراها مش عارف بولندر بتحرك وعايز العالم كله يجيب وراها بيقول أن الغرب هيخلصوا كل مشاكلهم العليقة ويرجعوا تاني يمارسوا ممارسات استعمارية على دول الجنوب لكن نحن لهم بالمرصة